خالد اختار مع والده كتاب رياض الصالحين عشان يتدارسوه لانه تتقيم من الكتب التي تشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة التربوية الاستاذ جاد ابو خالد له جلسة مع اولاده كل يوم بعد المغرب بين المغرب والعشاء يقرأ فيها القرآن كل واحد يقرأ خمس ايات عشر ايات كل واحد على حسب قدرته الوالد ليستفتح بالذي هو خير ويبدأ في القراءة ثم يعقبه بالأم ثم يعقبه خالد الولد الأكبر ثم إبراهيم ثم خديجة ثم هاجر الصغيرة الوالد الخالد عايزين نعرف فضائل القرآن متقرى هل ما من جتاب رياض الصالحين قال له حاضن يا بابا وبدأ القراءة قراءة القرآن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ترون يا أبنائي فإن المدومة على قراءة القرآن على قراءة القرآن تشفع لصاحبها يوم القيامة اقرأوا القرآن عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه يعني القرآن بيجي يعني يقول يا ربنا سبحانه وتعالى هذا قارئ يا رب سامحه لو كان عمل حاجة غلط سامحه هو ده معناها الشفيع اللي انت تروح لواحد كبير مثلا واحد مسؤول كبير مثلا وتشفع لواحد عشان مصلحته تتقضى او مثلا يكون عامل حاجة غلط ومسؤول الكبير ده يعفو عنه فربنا سبحانه وتعالى هو الحكم يوم القيامة القرآن كأنه شفيع كأنه شخص يروح يهضي مصلحة شخص عند مسؤول او يحاول ان هو يشيل المسؤولية عنه لو كان عمل حاجة غال قرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا قراءة القرآن بترفع درجات صاحبها ومنزلته عند ربنا القيامة ومقدرد ما يحفظ من القرآن تكون منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى كل واحد فينا منزلته عند ربنا بمقدر ما يحفظ من القرآن عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه سمع من رسول الله حديث ويقوله لنا يقال لصاحب القرآن ويني اقرأ ورقي وردتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها ويقال لصاحب القرآن اقرأ اقرأ ورقي وردتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وكأن القراءة في يوم الخيامة أو عند ربنا سبحانه وتعالى بالحرم الإنسان حافظ أدي إيه من القرآن؟ لصدره، موما بيش مصاحب يوم القيامة بيقولك أنت هتقرأ من صدرك، من أنت حافظه كل ما كنت حافظ أكتر، كل ما تقرأ أكتر كل ما منزلتك تعلى عند ربنا سبحانه وتعالى وقالوا صاحب القرآن يقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتله في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إذن، سورة البقرة لها منزل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى لأول سورة في القرآن بعد سورة الفاتحة عن عبد الله بن مسعود، عبد مسعود البدري عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة لو أرى آخر آية من سورة البقرة في ليلة كفتاة، يعني كفاة علي أوي وعبد أبي هريرة يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان في حديث درواء أبو هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة هذا فضل سورة البقرة لا تكونوا من الوقت على فضل سورة البقرة اللي إيه إيه؟ أول سورة بعد المصحف بعد الفاتحة الكتاب طمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعيد رافع ابن المعلى ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله أنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي كنته بفضل سورة الفتحة لا تحت الكتاب الفتحة النبع السلام يقول لأحد من الصحابة علمت أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد فالنبع السلام خرج فرح أدركوا الصحابة لحقوا قال له يا رسول الله أنك قلت لي أنك هتعلمني أعظم سورة في القرآن فقال له النبع السلام أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم سبع المثاني يعني هي سبع ايات ولكنها تتكرر مثاني يعني تتكرر مثاني ماتنى مثنى يعني اتنين اتنين هي تتكرر ماشي والقرآن العظيم وكأن الفتاحة فيها كل القرآن تمام في رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ايعتز احدكم ان يقرأ بثلث القرآن في ليلة هération غيروس يقرأ الكرآن في ليلة فشق ذلك عليهم عنه صعب رسول الله ان أجروا الكرآن في ليلة وقال ما اينا يدرك ذلك يا رسول الله فقال كل هو الله احد فلث القرآن طلث القرآن انت تقرأ بكل هو الله احد كل هو الله هحد وそのerem لم يكن له كفون Quant تمام في صورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة كان هناك شخص يحب يقرأ قوي تبارك الذي يبيدي الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموجة والحياة يبلوكم أيكم وهي اسمها صورة الملك صورة الملك كان شخص يحب يقراها على طول يقراها على طول يقراها على طول فأيه؟ هذه الصورة شفعت لهم اليوم اليوم راحت لربي سبحانه وتعالى الصورة نفسها وقالت له يا رسول الله يا رب يا ربي هذا الرجل يحب تبارك الذي يبيدي الملك فشفعت له ودخلته اليوم تمام؟ ده فضل صورة ايه؟ صورة الملك من القرآني سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي يبيدي الملك من القرآني سورة 30 آية ده ده ايه ده ده؟ حديث عن ابي هريرة حديث صحيح عن ابي هريرة بيقول ايه؟ من القرآني سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له ويتبارك الذي بيديه الملك هي صورة الملك بيحب يقراها بيحب يكلوها في الصلوات وبيصلي بالناس وهو بيصلي الوحد بيحب يقرأ هذه الصورة الصورة شفعت له في القيامة قالت يا ربي هذا الرجل بيحبني فاشفع له فاغفر له فارحمه تمام؟ فشفعني فيه فيه فضل معوذتين فضل معوذتين عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال ألم ترى آياتي أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلك وقول أعوذ برب الناس ربنا سبحانه وتعالى عن عقبة بن عامر دراوي الحديث قولك النبي عليه السلام لما أنزلت هذه الصور ليقول أعوذ برب الفلك وقول أعوذ برب الناس قال ألم ترى آياتي أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ دي الآيات بقى هي ما شفتش زيها الآيات ديت في جلالها وفي قدرتها على أن هي تعيذ الشخص من الشياطين وتعيذ الشخص من الحسد النبي عليه السلام لما نزلت هذه الصور لم يعد يستعيز بغيرها ما كانش معدش النبي عليه السلام بيستعيز بغير قول أعوذ برب الفلك وقول أعوذ برب الناس أعوذ يعني أنا بستجير بربنا أعوذ يعني أنا بطلب العون بطلب المساعدة بطلب أن ربنا سبحانه وتعالى يقيني يقيني قول أعوذ برب الفلك ومشاري بخلق ومشاري رغاصة التدوقة ومشاري للنفقة ثاتي في العقد اللي هما السحراء السحرات بيعملوا عقدة كده وينفوسوا فيها عشان يفكوا الرباط ما بين الزجين او الرباط ما بين صديقين هيا ده ايه؟ قول أعوذ برب الفلك ومشاري مخلق ومشاري غاثق كده وقب ومشاري من الفاتات وقب ومشاري حاسد ده حسد الحسد ده عملية ايه؟ بيبقى الواحد يبص للشخص ويتمنى زوال النعمة عنه ده الحسد انت تبص الواحد عنده نعمة واحد راكب عربية ويكون لينيتك ان انت ايه؟ ربنا يزيل منه النعمة لي ده الحسد انما الغلطة ان انت مثلا تقول يا رب انا نفسي في عربية زي ربنا تبريكله فيها تقول كده ما تشوف حاجة حلوة او حاجة نعمة عند حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا تبريكله فيها ربنا يقيه شرها ربنا يقيه شر عيون الناس والله يعني نفسي ربنا سبحانه وتعالى بالنعمة اللى عندها د이 نفسي بقا عندي فيلا زيه نفسي بقا عندي عربية زيه نفسي بقا عندي نعمة زي بن نعمة اللى عنده دي بس متاخنيناش دوال ها ده النعمة في ذلك بين الحسد والغبطة الحسد ان انا عايز الشخص ده النعمة تزول منه الشه ده هذا الحسد انما الغبطة ان انا عايز يبقا عندي زيه وبس انا باتمنى له الخير باتمنى له النعمة testing لا تزول nurses تمام؟ يبقى ايه المعواوذتين اللي هو أقول أعوذ برب الفلق و أقول أعوذ برب الناس وأقضر نعمل بيرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رجل إيه ألم ترى آيات انزلت هذه الليلة